مرحبا انا الدكتور معني العبكي اخصائي الطب النفسي ومعالجة الادمان اليوم حلقتنا مدى نحكي عن القلق النفسي القلق النفسي هو احد الاضطرابات النفسية اللي جدا واسعة الانتشار القلق النفسي انه الشخص ببلش يشعر انه هو لازم يفكر بكل التفاصيل يحاول يتخلص من هاي التفاصيل الصغيرة ولكن هاي التفاصيل بتظلها ترجع تشغل باله يعني مثلا اعتبر الدماغ كمجموعة ملفات الشخص فاتح كل الملفات في نفس الوقت وعم يبحث فيها كلها مع انه بعض الملفات يمكن اشياء تافة واشياء قديمة واشياء مش محتاجة كلها التفكير ولكن الشخص لا يمكن انه يقدر يسكر هاد الملف كلنا منتعرض لقلق نفسي بحياتنا بس مننتهي من المشكلة منسكر الملف ومننتقل لنحل المشكلة تانية بحالات القلق النفسي المريض بكون مش قادر يسكر هاي الملفات ومسيطر عليه كل الملفات المشكلة بالقلق النفسي انه بترافقها كثير عراض جسدية لهيك المريض بتأخر كثير عبر ما يوصل للطب النفسي اصلا يعني بتصيبه عراض مثل الدوخة مثل الصداع مثل الطنيب في الاذن عدم الاتزان خفقان في القلب الام في الصدر ضيق في الصدر ضيق بالتنفس الام في العضلات الام في المفاصل فالمريض دايما بيحاول بيروح على طبيب القلب وبشرح له كل الاعراض بعدين بيروح على طبيب الهضمية وبشرح له كل الاعراض بعدين طبيب المفاصل ويظلوا يلف بين هالأطباء وما وصل مع انه هي المشكلة بتكون اساسا فقط نفسيا ولا شك انه المريض انه شاعر في هذه الاعراض الاعراض موجودة وبشعر فيها ولكن اساسها نفسي وليس عضوي فمننصح اي شخص بيعاني من هذه الاعراض اللي هي ما في اي مرض بيشملهم كلهم بنفس الوقت انه يفكر يستشير الطبيب النفسي ممكن انه الطبيب النفسي نفسه يحاوله على حدا من الاخصائين ممكن طبيب النفسي نفسه يطلب له احد القوصات عشان يتأكد انه هالمشكلة عضوية ام لا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة